الوحيدات المتحركة دخلنا تعقيدنا وبنورد دلوقتي آخر مجموعة فيه 210 جرار جديد من شركة جينالاتريك الأمريكية بنرفع كفاءة 380 جرار حاليين كانوا موجودين عندنا كانوا محتاجين رفع كفاءة أو تأهيل ريهابيتيشن كامل أو يعني عادة تأهيل كامل لهم تعقضنا وبنورد دلوقتي يبره في آخر 500 عربية من العقد 1350 عربية بتاعة ترانساميش هولدنج روسية المجارية اللي أصبح دلوقتي بالكامل مع شركة دولة المجر بعد ما فصلنا العقد تقريبا خلصنا العربية الدرجة الثالثة عملنا منهم حوالي 770 عربية فضلنا منهم تقريبا 230 عربية بالإضافة إلى عربية الدرجة الأولى والدرجة الثانية ويبقى خلص العقد ده وده أكبر عقد توريد عربية السكة الحديدية لتم في السكة الحديد طبعا كبروا بيدل على أن احنا كنا وصلنا إلى مرحلة يعني ضعيفة جدا من أو مرحلة صعبة جدا من مستوى عربية السكة الحديدية كلها اللي كانت ماشى سواء المكيفة أو الغير مكيفة برضو زي ما عملنا في الجرات بنرفع كفاءة تقريبا من الثلاثة عربية اللي كانوا عندنا بنرفع كفاءة والأهل تقريبا 1200 إلى 2000 عربية عشان نجددهم بالكامل احنا بنطور ونرفع كفاءة الأديم وندخل معنا جديد وربنا ست قطرات من شركة طالجو الأسبانية قطرات فاخرة فرقت معنا جدا في نوع الخدمة المقدمة لجمهور الركاب سواء على طريق أو خط القاهرة إسكندرية أو القاهرة لوسر أسوان يعني طبعا عشان يبقى عندنا وحلات متحركة خوية كان لازم نرفع كفاءة الورش ونطورها ونجددها ونعمل كمان ورش جديدة سواء في أبو غاطس ورش الفرزي في منطقة الشرابية ورشة إرماس أيضا في منطقة السبتية اتطورت بالكامل والجددة ورش في منطقة التبين ورش في جبل الزيتون في إسكندرية ورش في أبو زعبل ورش في المينيا ورش في طنطا ورش في الزئزي طورنا كل الورش بتاعتنا وبنضيف ورش جديدة وبنخصص كل ورشة لنوع من أنواع الجرارات